الزمالك بينجح في تحقيق لقب السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي ويتغلب عليه عن جدارة واستحقاق برقلات الترجيح بأربع أهداف مقابل ثلاثة بعد التعادل بهدف مقابل هدف في أحداث اللقاء الحقيقة فوز مستحق لنادي الزمالك نادي الزمالك بهذا الفوز بيرتفع رصيده في كاس السوبر الإفريقي إلى خمس ألقاب بيصبح في المركز الثاني بعد النادي الأهلي اللي عنده تمن ألقاب فيه رصيده نادي الزمالك الحقيقة كل التحية كل التقدير للأداء المحترم القوي المميز اللي قدموه في أحداث هذا اللقاء على الجانب الآخر النادي الأهلي ما كانش في أفضل حالاته على الإطلاق وكانت النتيجة الحقيقة تبقى لسير أحداث اللقاء مش مفاجأة على الإطلاق فوز نادي الزمالك طيب إيه أبرز النقاط اللي ممكن نتكلم فيها تعالوا مع بعض الحقيقة نتكلم كده وندردش ونقول إيه أبرز النقاط في مباراة الأهلي وإيه الزمالك في الأول لازم الحقيقة نشيد بالتنظيم الرائع اللي كان من قبل موسم رياض المملكة العربية السعودية الروعة والجمال والاهتمام اللي شفناه الحقيقة بيه الفريقين وبالحدث الرياضي شيء أكتر من رائع شفنا اهتمام مميز شفنا محللين مميزين في كل القنوات شفنا استدل المملكة أرينا في أبهى صور والحقيقة التنظيم الكل لأشيات بيه الحقيقة سواء جماهير أو إعلاميين أو محللين كانوا موجودين فيه المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة الكل أشياء بيها الاهتمام والمردود الرائع والشيء الرائع اللي شافوه من التنظيم فإذاً دي الحقيقة شكر واجب للمملكة العربية السعودية على التنظيم الرائع اللي شفناه في مباراة كأس السوفر طيب تعالوا بقى نتكلم عن الفنيات إيه أخبار الفنيات لو بدأت كده من التشكيل الحقيقة التشكيل هل في مفاجآت من هنا أو من هنا من النادي الأهلي ما كانش التشكيل الحقيقة فيه أي مفاجآة خالص زي ما احنا متوقعين أو زي ما الأغلب كان متوقع الشناوي ياسر إبراهيم رمي ربيعة عطية الله مع هاني مع السلاسي ماران عطية أمام عشور وأكرم توفيق وبرستاوي وسامة أبو علي وحسين الشحات ففيش أي مفاجآة خالص لنادي الأهلي على الجنب الآخر نادي الزمالك كل المراكز كانت متوقعة باستثناء مركز بنتايك الباك الظهير الأيصر اللي كان مفاجآة النهاردة اللي يبدأ فيه كان أغلب الأقاويل بتقول ممكن يبقى عمر جابر نحية الشمال ومسلا محمد شحاتة يجي هو نحية اليمين عشان بنتايك لسه أول لقاء له مع نادي الزمالك ففكرة برضو أنك هتقابل الأهلي ومباراة صوبر ومباراة صعبة وهكذا إلا أن الرجل الحقيقة يقدم مرضود والأروع لعيب كورة على حق فعلا الانطباع اللي سايبه هايل يعني بصراحة مع أول لقاء دفاعيا هجوميا العرضيات الزيادات الهجومية رائع وقفته ما بيتعداش بسهولة عنده سرعة عنده اليقة بدنية جيدة جدا مبشر هو من الوارد وهنقول لأ قدر الله عشان جمهور نادي الزمالك ما يزعلش ولكن في بعض اللعيبة تديك ماتشين تلاتة في الأول حلمين وبعد كده تنام لا وشفناها كتير الحقيقة سواء في الأهلي أو في الزمالك بس الانطباع اللي أنت تشوفه عن بنتايك الحقيقة الزهيرة الأيصر الجديد للنادي الزمالك من الأداء اللي هو قدمه في مبارات للأهلي أداء والأروع الحقيقة وأداء مميز جدا جدا قدمه مع نادي الزمالك والحقيقة برضو من النقاط اللي تشجعك في الجهاز الفني أنك تدفع به في مبارات زيديه أن الرجل ده كان لعيب صابق في نادي الرجاء فبالتالي ديربي رجاءه الوداد واحد من أشرص وأقوى وأجمل الديربيات اللي موجودة في القرى الإفريقية والوطن العربي الرجل ده كان بيلعب الديربي ده كتير فمتعود على الأجواء الصعبة والملتهبة والحماس وأنك تقابل فرق كبيرة والجماهير والضغوطات والحاجات دي كلها فبالتالي برضو أعتقد أن دي واحدة من الأسباب اللي خلت الجهاز الفني ومستر جوزيجو مثل مدير الفني لنادي الزمالك أنه يبقى متطمن أنه يدي له فرصة ويبدأ بيه فيه أحداث هذا اللقاء برغم أن ده أول لقاء له مع نادي الزمالك بإذا إشادة رائعة جداً بمحمد بن تايكا ظاهير الأيصر ليه نادي الزمالك على الأداء والظهور المحترم ووضحنا إزاي الجهاز الفني فكر فيه البدء بيه طيب هو اللقاء بدأ إزاي الحياة اللقاء في أول عشر دقيق مثلاً كده الرتم كان سريع وشفنا من الأهلي وبن الزمالك فكرة جس النبض ما كانتش موجودة وشفنا فاول آآ بيسدده وسلم أبو علي كان فاول خطير جداً بتقال لك فيه محمد عواد بيرد عليه الحقيقة ناصر آآ ماهر بتزديدة آآ خطيرة برضو بجانب العرضة فكان بادئ كده أن في أول عشر دقيق لا فيه هجمة هنا وفيه هجمة هنا وفيه تزديدة هنا وفيه فاول هنا فكان واضح أن فيه يعني خطورة من قبل الفريقين وواضح أن الداخلين الفريقين نحامين فيه أحداث هذا اللقاء ولكن هيدا اللقاء بعديها الحقيقة ويتحول نادي الزمالك هو مسيطر من حيث الاستحواز هو اللي بين القرى والنادي الأهلي بيحاول أن هو يأمن آآ في آآ دفاعاته ما بيخطرش قوي مش فاتح ملعبه قوي ومش بيحاول أن هو يبدر بهجمات لحد لما جي الحقيقة الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق ركلة جزاء آآ للنادي الأهلي سددها وسام أبو علي فركلة الجزاء وفي الهدف تعالوا نتكلم في عدة نقاط ناحية الفنية الحقيقة بأكرم توفيق اللي في الكرة دي الحقيقة كان دور هجومي رائع قدمه أكرم توفيق آآ استغل فكرة أن النادي الأهلي فرد الملعب ببيرسيتا وحسين الشحات فبالتالي بعد خطوط نادي الزمالك كلها عن بعضها واستغل ده واخترك هو من العمق استغل برضو عدم توفيق من قبل دونجا آآ وعبدالله السعيد وبالتحديد دونجا آآ في فكرة أنه آآ الاختراق اللي بيجي من العمق ده أو الجزء اللي اخترك منه أكرم توفيق المفروض كان يقابله دونجا بدري ويكون واقف آآ أو هو أو عبدالله السعيد ولكن استغل ما ما كانوش موجودين الحقيقة في اللقطة دي وقدر أن هو يدخل واسدد الكرة طبعا كانت ضعيفة وحصل على ركل الجزاء ركل الجزاء الحقيقة مستحقة حصل عليها جدل كبير ولكن من وجهة نظري أنا شايف أنها ركل الجزاء مستحقة للنادي الأهلي الجدل مش في ركلة الجزاء من وجهة نظري الحقيقة ولكن الجدل ممكن يتقال وجمهور نادي الزمالك يبقى يعاندوا حق فيها الحقيقة في كرة دونجا اللي كانت على عمر كمال في الكورنر اللي ما تحسبتش ركل الجزاء لأنها مشابهة جدا في الحالة أن هنا بعد أن ما أكرم توفيق سدد الكرة داخل عليه حمزة المسلوسي داخلها واضحة جدا أنه داخل على الرجل فبالتالي طبعا ركل الجزاء مستحقة على الجنب الآخر دونجا في الكورنر بعد ملاعب الكورة شفنا عمر كمال الحقيقة رجله وصله لراس دونجا ومش بس وصله له ده هو يعني وصله وفيه دفع برضه برجله فبالتالي ده أنا من وجهة نظري طب دي تتحسبت يبقى دي تتحسب فالجدل كان هنا من وجهة نظري مش الجدل إن أكرم توفيق تتحسب ولا لأ دي صحيحة ولكن نادي الزمالك كان المفروض يتحسب له ركلة الجزاء اللي هي فيه كورة دونجا طيب تعال بقى أكلمك في الشوط التاني الحقيقة النادي الأهلي بعد الهدف وين؟ الشوط التاني في أغلب الأوقات تقريبا في كل الأوقات أخطأ خطأ جسيم جدا إنه ساب الكرة لنادي الزمالك وما كانش عنده أي فكر هجومي خالص 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 يطبقه على نادي الزمالك هو ساب الكرة لنادي الزمالك نادي الزمالك أصبح متحكم فيه الرتم بعض التزديدات وبعض القوة مش هنقدر نقول إن هي خطيرة جدا ومرعبة على مرمى النادي الأهلي بس كان فيه بعض المحاولات لنادي الزمالك على مرمى النادي الأهلي عكس تماما للنادي الأهلي اللي تقريبا ما كانش له أي خطورة على مرمى نادي الزمالك ما كانش بيعدي نص الملعب كمان ولو عد مرة مثلا بتزديدة كانت يعني في المتنوع خالص لنحمد عواد فانت اخطأت انك لعبت على الهدف وظنيت ان النادي الزمالك مش هيقدر ان هو يعادل الكفة ويحرز هدف التعادل كان المفروض ان النادي الاهلي اه ممكن امن دفاعي كويس جدا ماشي بس استغل تقدم نادي الزمالك واندفاع نادي الزمالك وتقدم الازهرة في بعض الاوقات زي عمر جابر ويبنتايك وابدأ ان انا العب قرات طولية في ظهر المدافعين ابدأ ان انا استغل المرتدات استغل سرعات برسيتا وحسين الشحات انطلاقات امام عشور من العمق استغل ده ان انا يكون عندي شراسة هجومية واقدر ان انا اعازز بالهدف التاني وريح نفسي وطمئن جماهيري الى ان النادي الاهلي اخطأ في فكرة حالة عدم الاتزان اللي كانت موجودة داخل ارضية الملعب ولا مني مقفل صح اوي من الانواحي الدفاعية ولا مني باستغل المساحات اللي ممكن تبقى موجودة في خط ظهر نادي الزمالك دي برضو واحدة من النقاط استلبية جدا في النادي الاهلي تعالى اكلمك عن التبديلات الحقيقة وتبديلات النادي الزمالك اللي هي كانت مؤثرة جدا الحقيقة كانت طبعا تنشيط للحالة اللي كانت موجودة شفنا مسلا سيف الدين الجزيري ما كانش منور اوي في افضل اوقاته ناصر منسي شفنا طبعا في النزول هنتكلم عن الهدف الحقيقة وهنشرح الهدف بالتفصيل برضو ميشال لاك مصطفى شلبي النهاردة ما كانش في افضل مبارياته على الاطلاق وما كانش له اي دور هجومي مؤثر ميشال لاك الى حد ما سحب الفريق شوية من ناحية اليسار وخلى عمر كمال ما يقدرش ان هو يزيد هجوميا لان هو كان بيشكل عليه ضغط الحقيقة بسرعاته وبانطلاقاته لما بيكون موجود اه لست طبعا بدري على الحكم على ميشال لاك او على عمر فرج وهكذا ولكن الانطباع الاول مقبول جدا ليهم كاللعبة تعالى بقى اكلمك في كرة هدف التعادل الحقيقة في كرة هدف التعادل طبعا لو هنتيجي نقسمها تلاتة يتم اوقاء اللوم عليهم عطية الله ويسر ابراهيم محمد الشناوي الحقيقة ما اقدرش شيء للهدف لحد منهم بالتحديد التلاتة كل واحد فيهم بالنسبة مختلفة يتحمل جزء من الهدف عطية الله الكرة اللي بالكعب كان بامكانك انك تلعب في الاود بالمضمون خالص ولكن اقدر انه ما وفقش في اختياره انه يلعب الكرة بالكعب اطعها نادي الزمالك اللي يحسب له فكرة الضغط العالي المتميز من عمر جابر ومن عمر فرج لاعب نادي الزمالك المنضمة حديثا اقدر انهما يقطعون الكرة وعمر جابر انطلق بيه الكرة يبقى رقم واحد طلوم عطية الله على التصرف الخطأ في الكرة بعد لما انطلق بها عمر جابر الحقيقة تيجي تبص على ناصر منسي السحبة اللي باعد بيها خد ياسر إبراهيم في حتة وبعدين لما عمر جابر بقى قرب وبدأ ان هو هيلعب العرضية قطع جي من ظهر ياسر إبراهيم غفله ياسر ولا كان شايفه ولا كان حسه فإذا تلقي باللوم الحقيقة فيها زكاء كويس جدا 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 حامل ناصر منسي يستحكه كل الإشادة وياسر إبراهيم الحقيقة اتغفل في انه راح في الأول وبعدين ما خدش باله من ناصر منسي وبييجي من ظهره وقفتك يا ياسر تكون غير كده خلص كان عندك حل انك تكون واقف شايف ناصر منسي بعينك تتفرق معك كتير او انك كنت تسبق تجري على الكورة وهي جاية عرضية ما تستنهاش تجي لك عشان تطفشها انت تسبق وتروح لها وتطلع الكورة دي برضو واحدة من النقاط السلبية ومحمد الشناوي انا شايف الحقيقة ان الكورة كانت في المتناول هي عايزة رد فعل سريع قوي الحقيقة انا مبقولش انها كورة سهلة بس البعض شايف ان القاء اللي هم يكون على عطيته الله وياسر إبراهيم فقط لاي كورة صعبة كورة قريبة كورة بتلف كذا 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 انا شايف انها كورة في المتناول لمحمد الشناوي مش هشيله ليه لكلها ولكن يلقى باللوم على محمد الشناوي ويتحمل جزء من مسئولية الهدف ده بالنسبة ليه هدف اللقاء اللي احرزه ناصر منسي طبعا نروح لرقلات الحظ ورقلات الترجيح بمنتهى الامانة يا رقلات الترجيح هي حظ ومهما تعمل ومهما تفكر ان هي مثلا اجتهاد وطبعا بتجتهد وبتعمل عليك وبتحاول تزاكر زوايا الخصم والحاجات دي كلها ولكن هي طبعا توفيق وعدم توفيق ولكن بمنتهى الامانة الحظ وقف بجانب الفريق اللي يستحق الفوز الحقيقة ومحمد عواد نجح في التصدي لرقل الجزاء عطيته الله وضيع واسلام ابو علي ونجح نادي الزمالك بالتتويج عن جدارة واستحقاق بلقب كأس السوبر الافريقيا اكتب لي من وجهة نظرك في التعليقات مين هو نجم لقاء السوبر الافريقيا بين الزمالك ويالاهلي ويالاسباب اللي خالت النادي الاهلي يظهر بالشكل السيء ده في احداث هذا اللقاء عشان يوصلكو كل جديد كان معاكم ياسر المصباح اشوفكم الحلقة الجاية على الف خير السلام عليكم